البحيرة المصرية تعد الرئة الاقتصادية للإنتاج السمكي ولذلك تعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الري على تنفيذ برامج عاجلة من شأنها الحد من التعديات ومراقبتها بالأقمار الصناعية لضمان الإزالة الفورية للمخالفات بحيرة زي بحيرة المنزلة اللي كانت 750 ألف فدان بقيت النهاردة 110 ألف فدان التعديات عليها كثيرة التغيرات المناخية بتخلي الرمال تبقى فيها كثيرة معالجة مشكلة تلوث البحيرة وتحسين جودة المياه عملا على تنمية الثروة السمكية بها وذلك من خلال تجديد حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة بالشكل الذي سيؤدي إلى عودة البحيرة إلى سابق عهدها عندما كانت واحدة من أهم مصادر الثروة السمكية بالبلاد العمل مجموع من القنوات الإشعية وتطهير بعض البواغيز في مناطق معينة وتطهير قوة البحيرة تشترك فيها كل الوزرات والمحلة الجيلة اللي يمكن بعدها بفترة طويلة اللي هو الانتهاء من منظومة الصرف الصحي اللي بيسبب تلوث المياه فيها المصارف اللي بترمي في البحيرة مشروع تطوير بحيرة المنزلة سيوفر أيضا فرص عمل كبيرة لشباب محافظة بورسعيد بصدد هذا مشروع اللي هيسمح لمية البحيرة أنها تخرج البحر ويسمح بمية نظيفة من البحر أنها تخش مية البحيرة وبالتالي الأسماك اللي هتكون موجودة في البحيرة هتكون أسماك صحية بحيرة المنزلة من أهم البحيرات في الإنتاج السمكي حيث تنتج 63 ألف طن من الأسماك ذات الجودة المتوسطة لذا جاء هذا التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والري بالبدء في مشروع تنمية البحيرة لإنتاج أسماك ذات جودة عالية تعاون المثمر اعتبره الخبراء بداية انطلاق لمرحلة جديدة آملين الاحتذاء به بين كافة وزارات الدولة عيد حواش التلفزيون المصري